قمة أفريقيا وروسيا التي انعقدت في منتج عيسوتشيا شارك فيها نحو 43 رئيس دولة أفريقية و10 رؤاساء حكومات أفريقية بالإضافة لمنظمات إقليمية أفريقية عبرت عن حرص المشاركين على إيجاد مجالات لتعاون وتبادل المنفعة في مختلف المجالات الرئيس روسي فلاديمير بوتين وصف القمة بالفاعلية الأطخم التي لا مثيل لها في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية تعزيز علاقاتنا مع الدول الأفريقية من أولويات سياستنا الخارجية نسعى معا لفتح أفاق جديدة لتحقيق مصالح الطرفين وتطوير التعاون في مكافحة الإرهاب حجم التبادل التجاري بين موسكو والدول الأفريقية الذي تبلغ حصة مصر منه نحو 40% تصل قيمته إلى 20 مليار دولار وتأمل موسكو بعد شطبها لديون أفريقية تجاوزت العشرين مليار دولار ومع تطوير التعاون الروسي لأفريقي أن يتضاعف حجم التبادل التجاري وتنامى حجم الاقتصاد في أفريقيا ليصبح عام 2059 تريليونات دولار رئيس الاتحاد الأفريقي عبدالتح السيسي أكد أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يكون على أساس المنفعة المتبادلة ولقد ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الأفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون وهي تماثلا في العديد من التطلعات وكذلك التحديات قمة الأفريقية الروسية الأولى التسعت لتبحث التعاون في مجالات مختلفة منها المجالات الأمنية والعسكرية والاستخدام السلمي لطاقة الذرية قدمت موسكو عروضا بتوريد الأسلحة والمهدات العسكرية المتطورة بهدف أن تصبح المصدر الرئيسي للقارة الأفريقية باستلاح ويمكن القول أن قمة أفريقيا روسيا كخطوة تعارف أولى حققت نقلة نوعية ونجاحات هم تساعد على الدخول إلى مراحل التعاون المثمر مازن عباس العربية سوتي